أكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري أن بناء الإنسان هو الهدف الأسمى والأعظم في الخطاب الديني وخلال مؤتمر صحفيين بمدينة العالمين الجديدة أوضح الأزهري أن الوزارة ستعمل على عدد من الأعمدة في الشخصيات المصرية لإعادة التوثيق وتقوية المعاني في الإنسان المصرية معربا عن سعادته بتعاون مع الشركة المتحدة وشكرا على تنظيم هذه الفاعلية للأئمة والخطباء أن كل الجهد الذي يمكن أن نبذله كوزارة الأوقاف أو أي مؤسسة على أرض مصر كل الجهد الذي يمكن أن نبذله هو في تقدير أنا نصف النجاح والنصف الآخر تماما هو التنسيق والدعم والعمل من كل السادة الإعلامين الكرام على توصيل وإبراز هذه الجهود دور الإعلام دور حيوي ومحوري هو نصف النجاح بلا شك